اشتركوا في القناة ان تعلمونا ان البروتينات متعددة ومختلفة نذكر البعض منها الاجسام المضادة مثلا هي بروتينات تفرزها الخلايا المناعية من اجل منع انتشار الجراتيم الانسولين مثلا هو بروتين تفرزه الخلايا البنكرياسية ويعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم الهيموغلوبين بروتين يتواجد داخل الكرية الحمراء ويعمل على نقل الاكسيجين الانتاليوكين 8 بروتين تفرزه البالعات الكبيرة لتنشيط البالعات الصغيرة للبلعامة كل هذه البروتينات تظهر لك بنيات مختلفة وأشكال مختلفة الإشكالية المطروحة ما هي العناصر من البروتين التي تحدد بنية ووظيفة هذه البروتينات لحل هذه الإشكالية استعمل برنامج الغستوب وهو أحد البرامج المستعملة لدراسة البنية الفراغية للبروتينات واخترت لكم اليوم بنيات انتاليوكين 8 المعروضة أمامكم في الشاشة انتاليوكين 8 تتكون من سلسلتين ببتديتين اقوم الآن بفصل السلسلتين وتبسيط تبسيطها بنزع جدورها ثم اعزل البنيات المختلفة فتظهر لك الوثيقة التالية المطلوب استخرج المستويات البنيوية لكل شكل تانيا لخص مميزات كل بنية ثالثا اقترح فردية حول العناصر الداخلة في بنية البروتينات المختلفة والتي تكسبها البنية الفراغية تلاتية الأبعاد نلاحظ معنا الوثيقة وتابع معي المستويات البنيوية تظهر أربعة مستويات الشكل ألف بما أن جزئة الأنترلوكين تتضمن سلسلتين ببتديتين منطويتين أي تحت وحدتين فهي بنية رابعية الشكل باع بما أن الجزء الطرفي يتكون من سلسلة ببتديتين غير منطوية فهي بنية أولية الشكل جيم البنية تكون على شكل حلزون فهي بنية ثانوية ألفا حلزونية بينما الشكل دال يمثل سلاسل بشكل وريقة فهي إذن بنية ثانوية وريقية بيتا وريقية الشكلها يمثل سلسلة ببتديدية منطوية حول نفسها فهي بنية ثالثية مميزة البنية الأولية تنتج أثناء عملية الترجمة بفضل ارتباط الأحماض الآمينية فيما منها بروابط ببتديدية بين المجامع سو أناش هذه البنية محددة بتسلسل الأحماض الآمينية ويكون هذا التسلسل تابت ومميز ومحدد وراتيا مميزات البنية الثانوية تنتج هذه البنية عن توزع منتظم للأحماض الآمينية حول المحور نميز شكلين مختلفين لهذه البنية بنية ألفا حلزونية وبنية بيتا ورقية مميزة البنية الحلزونية ألفا تتميز بالتفاف الروابط الببتديدية حول محور وهمي تثبت بفضل روابط هيدروجينية تنشأ بين المجامع سو أناش لسلسلتين متقاربتين بيبتديدية البنية الحلزونية بها سلسلة واحدة فقط البنية الوراقية مميزاتها تكمن فيما يلي تتضمن البنية سلاسل بيبتديدية اثنين أو ثلاثة كما هي معروضة متوازية غير ملتفة ترتبط فيما بينها بين المجامع سو أناش لسلسلتين متقاربتين وجانبيتين مميزات البنية الثالثية تتحقق البنية بانطواء السلسلة البيبتديدية حول نفسها تعود هذه الانطواءات إلى طبيعة السلاسل الجانبية ومناطق العن إعطاف البنية الجزائية تنتظم في الاتجاهات الفضائية الثلاث وتتبت هذه البنية بفضل روابط هيدروجينية كارهة للماء شاردية أو كبريتية وتكون ناذرة مميزات البنية الرابعية تتميز باحتواء البروتين على تحت وحدات أو بروتوميرات متماثلة أو مختلفة يكون عددها أكبر أو يساوي 2 تتبت هذه البنية بفضل روابط هيدروجينية تنشأ بين السلاسل الجانبية روابط انيونية أو تجادبات بين أقطاب كارهة للماء بالإضافة إلى جسور تنائية الكبريت الفرضية التي يمكن اقتراحها حول العناصر الداخلة في بنية البروتينات المختلفة والتي تكسبها البنية الفراغية تلاتية الأبعاد ما هي الفرضية إذن؟ هي الفرضية العناصر المتدخلة في البنية هي أحماض آمينية والتي تحدد بعددها وترتيبها وطبيعتها تحدد البنية الفراغية للبروتين من أجل التحقق من مدى صحة هذه الفرضية السابقة أمكن باستعمال الإماهة الأنزمية للبروتينات استخلاص تلاتي الببتيد الممثل تركيبه الكيميائي في pH يساوي 3 والمعروض على شاشتكم في الوثيقة 3 لاحظ معي عزيزي الطالب هات تلاتي الببتيد يتكون من 3 أحماض آمينية متنوعة المطلوب منك تصنيف الأحماض الآمينية الداخلة في تركيب تلاتي الببتيد وما هي صيغتها العامة تصنيف الأحماض الآمينية الداخلة في تركيب تلاتي الببتيد تصنف الأحماض الآمينية حسب الجدور فمثلا الحمض الغلوتاميك جدره يحتوي على مجموعة وظيفية حمضية فيصنف ضمن الأحماض الآمينية الحامضية الحمض الآميني اللوسين جدره يحتوي على سلسلة كربوهيدروجينية فيصنف ضمن الأحماض الآمينية المتعادلة حمض الآميني الليزين جدره يحتوي على مجموعة وظيفية آمينية أنشتخوا بلوس فيصنف ضمن الأحماض الآمينية القاعدية صيغتها العامة تلاحظها على الشاشة الحمض الآميني يحتوي على الكربون آلفا يحمل على طرفيه ومجموعة وظيفية حمضية سواش ووظيفة آمينية أنش دو السؤال الثاني الذي يقترحه عليك كيف تظهر السلاسل الجانبية للأحماض الآمينية الداخلة في تركيب السلسلة الببتيدية للبروتين؟ السؤال الثالث اشرح أهمية ذلك في تحديد البنية الفراغية للبروتين لاحظ معي الوثيقة تظهر السلاسل الجانبية بعضها مشحون بالسالب مثل حمض الجلوتاميك بعض الآخر مشحون بالموجب مثل الليزين والبعض الآخر غير متأين مثل اللوسين وهو حمض آميني كاره للماء ثالثا أهمية ذلك في تحديد البنية فالتجادبات المتأينة والتجادبات الكارهة للماء تضمن للبروتين تبات البنية الثالثية والبنية الرابعية نصل الآن أعزائي الطلبة إلى الخلاصة التي تبين أهمية المستويات البنيوية للبروتين أهمية البنية الأولية تحدد التركيب والتسلسل النوعي من حيث الأحماض الآمينية في السلسلة الببتيدية أهمية البنية الثانوية تحدد التنظيم والتوزع النوعي الفضائي حول محور لمجموعة من الأحماض الآمينية المتتالية لبنيات جزئية محلية أهمية البنية الثالثية تحدد التنظيم الفضائي الشامل في الأبعاد الثلاث للبنيات المحلية في السلسلة الواحدة أهمية البنية الرابعية تحدد انتظام مجملة تحت الوحدات المشكلة للبروتين حتى يأخذ البروتين بنيته الفراغية وتخصصه الوظيفي وصلنا إلى نهاية درسنا لنهار اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس المقبل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر